الآن فيما يتعلق بمسألة المرشح فكان هناك أولا المؤتمر بدك يتحضر هذه شهور لك يحضر نفسه باش يترشح لمنصيب الكاتب الأول كخصو يكون حضر نفسه لما تم الإعلان كان خصو يتقدم الفرحة تم الإعلان بالأجال وكان يمكنه يتقدم ليس هناك ما يمنع ولم يكون هناك أي مانع لأنه اللي غادي يبغي حضر نفسه لهذا المنصيب ماشي حتى الدبا وعاد من الدبا أن أجل المؤتمر وغادي يحضر نفسه كخصو يكون يحضر نفسه من قبل وإلا فلن يكون أهلاً للمسؤولية هذه المسؤولية اللي هي كبيرة فأنا كان أعتقد بأن إحنا ما بغيناش لهذا المستوى هذا أن نكون عندنا أو لن تهجم أو على الإخوان دينا نتمنى أنهم ينخرطوا في المؤتمر وربما غادي تكون عندهم أفكار وتكون عندهم مشاريع بطريقة اللي هي عادية وإحنا محتاجين للجميع طيب إحنا كيف تعاملنا مع هذا الموضوع في المكتب السياسي إحنا أولاً تعاملنا مع المعطيات اللي عندنا واللي هي البلاغ اللي صدروا بالخصوص الأول واللي كيعتبروا فيه بأنه كين هناك إشكالات مطروحة سواء فيما يتعلق بالمصار دينا الحزب كيعتبروا على أنه كانت هناك إخفاقات وكين مشاكل والمسألة الثانية أن الطريقة دي لتحضير المؤتمر هي طريقة اللي بالنسبة لهم غير صحيحة ولذلك يطالبون بتأجيل المؤتمر فنتعامل مع هذه المعطيات هل هناك خلفيات أخرى؟ تتعلق بعدم الاستيوزار بطموحات أخرى بكل صراحة صعب عليها شخصياً أنا أنه نجزم بمسائل اللي ما عنديش عليها الحجاج ولكن هنا فين كين الإشكال هو أنه لما ترحات تجالبي عند العشرة هو جاء مباشرة أيام قليلة فقط من بعد الاجتماع دي اللجنة التحضيرية واللي تلاها الجنة الإدارية والمجلس الوطني في بوزنقة واللي كانوا هما حاضرين هذا الإخوان معنا واللي تمت المصادقة على المشاريع دي المؤتمر وعلى تاريخ المؤتمر وعلى واحد العدد من الأشياء والإجراءات التي تهم السير نحو المؤتمر فين كين المشكلة بالنسبة لنا؟ والإحتاج يكون بالنسبة لهم هو أنه إحنا كأعضاء دي المكتب السياسي ليس لنا الحق أن نغير قرارات للجنة التحضيرية وقرارات للجنة الإدارية إذن خصك جمع للجنة الإدارية من جديد وهي اللي تقرر إعادة النظر في كل شيء لأنها صوتت وهي الهيئة التقريرية كيف يمكن لك جمع للجنة التحضيرية بعد أيام جيت كلها هذا الشيء اللي عملناه واللي صوتته عليه واللي اقتنعت به واللي اشتغلته فيه واحد الأيام طويلة هذا كله سنلغيه الآن وسنبدأ من جديد من ناحية الديمقراطية أو من ناحية السياسية أو من ناحية المسترية كان صعب جدا وعلما على أنه كيمكننا نمشي للجنة التحضيرية نعود ونرجع للجنة الإدارية وتصادق على نفس الشيء وترفض تأجيل المؤتمر حتى مسأل تأجيل المؤتمر ماذا تعني؟ نمطريد أجلنا المؤتمر ربع شهور خمس شهور هل هناك مشروع آخر؟ شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر